السلام عليكم اخبركم ايه يا رب يكونوا بخير في الفيديو اللي فات فناشنا الشبكة بتاعتنا على الوطر كاد وحققنا الضغط المطلوب واضفنا تصرفات الحرية الفيديو اللي قبله كنا نتكلمنا عن تصميم الاقطار بحنا لو دبناها من اول تصميم شبكات المياه اول حية بنعملها ناخدها بالترتيب واحدة واحدة كده اول حية بنعملها بنعمل حسابات شبكات المياه. نشوف الحسابات بتاعتنا عشان نحسب الكيو ايه ماكس اللي احنا هندخلها للشبكة. ونشوف كمية المياه اللي هتدخل للشبكة قد ايه? تمام? وده التدامكم بترجع لها من محاضرة الاولية اسمها حسابات شبكات المياه. بعد كده بنرسم الشبكة على ووتر كاد تمام? وبعد ما بنرسم الشبكة بنبدأ ندخل التصرفات للشبكة تصرفات السكنية واترافات التصرفات الغير سكنية. بعد كده بنعمل بتن للتصرفات عشان نقول للبنمج ان التصاريفات السكنية شتغل 24 ساعة وتصاريفات غير سكنية منهم اللي هيشتغل اه 12 من هم اللي هيشتغل 24 من هم اللي هيشتغل ايه 8 ساعات ومن ضغم contra حيات اللي احنا هسابناها حسبنا اللي هي اللي هي انا مندخلها با iemand نحسب اللي هو الها المهند ساعات الحديث انما الان هي هي اقصصه عندي في اليوم بعد نوضرب في اتنين وقصة. تمام? اه دلوقت ازا ما اتفقنا ان احنا خلصنا الشبكة تماما مش هنعد لأي حاجة تانية في الشبكة. تمام? الضائمة المعنى مزبوط الفيلوه معنى مزبوط معنى مزبوط الضغط معنى مزبوط او بالذات او من شاياك عندها بعض نقطة. الهيدلوس اللي هو الفقد في المواسير معنى مزبوط. تمام? بما ان التصميم الشبكة خلص فاحنا الوقت عاوزين نشوف الملحقات اللي عالشبكة. الحياة اللي احنا بنحطها عالشبكة. ايه هي الحياة اللي احنا بنحطها عالشبكة. تمام? اولا يقل مسلا عندك محابس. احنا نحط على الشبكة محابس. وبعدين عندك حنافيات حريق. ونحط حنافيات رأي. لو انت هتعمل حنافيات رأي متصلة بشبكة رأي متصلة بشبكة المياه. النهاردة ان شاء الله هنعرف نظري او مقدمة او يعني ايه محابس تمام وفيديو دي ان شاء الله هنبدأ نشتغل على المحابس اه عملي ونضيف ونعمل بروفيلات للشبكة تمام بس قبل ما نخش على عمل البروفيلات عملي عاوزين ناخدهم نظر عاوزين نعرف يعني ايه محبس افل عاوزين نعرف يعني ايه محبس سوا عاوزين نعرف يعني ايه محبس غسيل امتى نحط محبس افل امتى نحط محبس سوا انت نحط بحباس غسيل. تمام? دي الشبكة بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا ده الخطوط بتاعتنا. تمام? احنا وانا يقول مسلا هنشتغل على الخط ده. اللي هو الكبير اللي هو من اول النقطة ديت. تمام? اول النقطة هنا ما انا انا غيرت اللون خليته من ابيض لاني بحس ان الاسود مريحة اللي عين شوية. تمام? والخط ده. اللي هو من اول تحت لحدين الخط ده كل. تمام? تعال نشوف الاول الكود بيقول لنا ايه على المحابس. ده الكود. بتاعنا. دي الملحقات. ملحقات الشبكة. اول حيه عندك محابس الافل. بيقول لك انه تركب محابس الافل على مصارات الخطوط النقلة للمياه وخطوط الطرد والصرف. احنا نتكلم دلوقتي على خطوط المياه وخطوط شبكة المياه الرئيسية والفرعية. وبحنا نركب محابس القفل على خطوط شبكة المياه الرئيسية والفرعية. ليه بقى احنا بنركب محابس القفل? ايه الغرض منها? للتحكم في سريان المياه وتسهيل عاملات الصيانة. يعني تحكم في سريان المياه. يعني مثلا لو انا روحت للشبكة كده حطت محبس القفل هنا. تمام? حطت محبس القفل هنا. المية مش هتخش كده. المية هتخش الفوء بس. هنا بس. مش هتخش هنا. ما احط محبس هنا. تمام? المية هتخش فوق هنا بس. تمام? كده قال لك تتحكم في صرايان اهل مية وتسهيل عاملات الصيام في حال الكسر اي مما الخطوط بحيث يتم معزل الخط المقصور فقط مع قفل العدد ممكن محابس يعني لو في خط الكسر بحط بقفل المحبس عشان اصلح الخط ده يبقى انا بحط محبس قفل ليه علشان اتحكم في صرايان المية وعشان لو حصل كسر في اي خط بعرف اعزل الخط عن بقى الخطوط بحط محابس فين او بحط محبس القفل فين عندي نقطة اول حقيقة عند تقاطعات الخطوط الرئيسية مع بعضها البعض يعني مسلا زي ده وده خط رئيسي ده كده خط رئيسي وده خط رئيسي وبنا احط هنا محبس واحط هنا محبس عشان لو حصل كسر هنا اقفل هنا لو حصل كسر هنا اقفل هنا وما تمشي كده تمام وديه الخط الرئيسي تمام اه واللي يكون مسلا ده ده وده وده ده عامنا بص الكود بيقول لك ايه نون مقس واحد من المحابس حيث نون عدد الفراعات يبقى ثلاثة نقس واحد يبقى احنا منحط كام اتنين محبسين اتنين وتوضع وتوضع المحابس بعد التقاطع بعد التقاطع في اتجاه صريل الماء وفي حالة عدم معرفة اتجاه صريل الماء توضع على الاقترار الاقل يعني بمعنى ايه انا عندي المياه مشى كده هتطلع فوق هتخش هنا قال لك نون مقس واحد ونون عدد تقطعات وانا عندي ثلاث تقطعات يبقى انا هحط المحبسين على هنا على المصورة دي وعلى المصورة دي بحيث لو حصل كسر في الخط هنا اقفل المحبس هنا والايه والمية والمية هتطلع فوق بس مش هقفل ده تمام والمية كده وحصل كسر هنا اقفل هنا والمية هتخش كده وهكذا بقى في كل الشبكة هيكون لها طبعا فيديو لوحده ان احنا ازاي معانا كده بيضيف لنا المحابس تلقائي تمام بس احنا بناخد مقدمة ايه عن المحابس تمام عند تقطعات تاني واحد قال لك عند تقطعات الخطوط الفرعية مع الخطوط الرئيسية نفس احنا ياخدنا حيث يوضع محبس عند بداية كل خط فرع زي ايه انا عندي هنا خطوط فرعية هي دي خط فرع ماخد من خط رئيسي تمام يوما هحط هنا محبس لازم احط عشان لو حصل كسر هنا يقف بقائفل هنا تمام منكم احطش هنا محبس ليه عشان انا حطت هنا محبس بدل ما حط هنا سايب구요 مع بعض فانا منكم محطش هنا لو حصل كسر هنا فانا منكم اقفل ده ان ما لو حصل كسر هنا مش هقفل ده علسانة عشان المية تمشي كده بالعرض النامية هقفل هنا. تمام? عند نقوات متوسطة على مصر الخطوة الرئاسية والفرعية بحيث لا يزيد عدد المحابس في حالة لها في الصيانة عن خمس محابس. نعم مسلا منكم اه لو ما فيش هنا منكم احط هنا محبس. على حيث لو حصل كسر هنا ما قفلش من الاول ما قفلش ده. تمام? منكم احط هنا محبس. لو حصل كسر هنا يبقى قصد لو حصل كسر هنا يبقى قفل ده ومقفلش ده. عشان المياه اللي هنا تمشي. يقول لك عند ايف المتوسطات عدع بحيث ان انا مقفلش اكتر من خمس محابس لو حصل كسر. تمام? اه بعد كده قال لك اه عند وساطات الحريق. عند وساطات الحريق والري والخدمة. عند نقاط متوسطة على المصار الخطوط النقلة للمياه. ده حيث لا تزيد المسافة البينية بين المحابس. البديد والقات. يعني ايه? يعني مسلا عندي القطر المحبس بتاعي اللي هو اقل من ستة مية. يعني ايه? يعني انا عندي القطر اللي هحط على المحبس قطر المصور اقل من ستة مية. يبقى اقصى مسافة بين المحابس ما زدتش عن الف. طب لو قطر من سبعمية الالف يبقى ما زدتش عن اقصى مسافة ما زدتش عن الف وكمس ومية. لو من الف ومية لالف وكمس ومية دي الاقطار بتاعت الموسية. تمام? يبقى الفين. لو الف وستمية والفين يبقى كام الفين وخمسمية لو اكبر من الفين يبقى ايه كام تلات تلاف واحنا عندنا الاقتر بتاعتنا ستمية وتلاتين يبقى ايه يبقى اه هنشتغل اقصى مسافة كون الف تمام اكبر قطل عندي هنا اكبر قطل لخمسمائة سبعين اللي هو ستمية وتلاتين قال لقراعة زيادة عدد المحبس في المنطقة السكنية والصناعية طبقا لمتطلبات الدراسة تكون محبس الافل من نوع الجزرة او البوابة او الفراشة او القرى دي انواع المحبس دي مش ايه مش هنتكلم عنها شوية مش هنتكلم عنها خالص دلوقتي تمام عندك كده بيقول لك ايه المحبس الافل محبس الافل عند الاقتار اقل من تلتمية بتكون مدفونة انا عندي المياجي اصمم او انفز محبس الافل على الطبيعة او هنا بديلو في التصميم لو انا عندي بحط محبس افل هنا نجي نجي هنا كده انا هنا هوت هنا احط محبس الافل وهنا محبس الافل هنا كتر كامل هنا كتر ربعمية اتنين وخمسين واثنين اللي هو كتر خمسمية خمسمية يبقى اقتر من تلتمية وخمستاشر يبقى احط المحابس في غرفة وانا اعرف تفاصيل غرفة دلوقتي طب لو اقل من تلتمية وخمستاشر يقل مسلا هنا. هنا هي مية وتمانين هوات اقل من كم مية وتمانين وتمانية اللي هو kier sibling ميتين. تمام? ودي مية وتمانين وتمانية واني يجب ان جيد Battlefield 7 مثلا وحط معها بس نة يحط معبس هاتل حط معبس عقل متوفمائة وخمستاشر وبحضته اسمه محبس ماتفون. محبس ماتفون يجب اخبر ربما تلتمية وخمستاشر بحطه في غرفة قلل من تلتمية وخمستاشر بحط محبس مدفون. تمام? ايه اقل من تلتمية الى تلتمية وخمستاشر تكون مدفونة وتم تقالها عن طريق صندوق سطحي. تمام? بعد ذلك محابس الافل على الاقطار اكبر من او يساوي تلتمية يبقى تتركب داخل الغرفة. طبعا نشوف تفاصيل الغرفة لا تفاصيل الغرفة لسه تاعة. تمام? ديت كلها ايه مش ايه مش هنحتاج مش هنحتاجها في حاجة. مش هنحتاج الكلام ده. نخش بعد كده على محابس الهوى. يبقى احنا خدنا اول حاجة محبس افل. تاني حاجة عندنا اسمها محبس هوى. قال لك تركب هذه المحابس على مسارات الخطوط النقلة للمياه وخطوط الطرد والصرف الصحي. ليه? تسهيل عملية خروج ودخول الهواء اسناء ملء وتفريغ الخط. لو انا بقى من الخطة او المصورة بتخرج الهواء وبيتدخل الهواء. تمام? بركب محابس الهواء دي فين? عند النقاط المرتفعة. فقال له نقطة. في اعلى نقطة. والنقاط زاد اقل ضغط. ولا تزيد المسافة بين محابس الهواء. ولا يقل لقطر محبس الهواء عن الكامل المذكور. انا عندي الشبكة بتاعتنا اقل لقطر. قال لك اقل من ستمية. اللي احنا بتاع الشبكة بتاعتنا. قطر المحبس مية. اقل مسافة الف. يبنا هشتغل ما يعمل بروفايل اللي الشبكة عندي. تمام? هشتغل ايه? هشتغل ان المسافة من المحبس الهواء محبس الهواء ما تزيدش عن الف. ماكسيموم الف. زي ما انتبعنا احنا قلنا هناخد الخط ده. هناخد الخط البرا ده. كده الخط الرئيسة البرا ده. انا هبدأ من هنا كده. يبنا اشوف بعد الف متر. مش الف بقى لحاسب ان اعزمش. شموك امشي تسعمية. تمنمية. مهم اقصى حية عندي مامشيش ازد من الف. احط محبس سوا. تمام? وبعد كده امشي الف وحط محبس سوا. بتحط فين? في المناط في اعلى نقطة. وهنا فوق هنا كده لازم انا احط محبس سوا عند اعلى نقطة. في الخط. لان انت بتعمل بروفايل لكل خط منفاصل. كل خط منفاصل بتعمله بروفايل. اه بحط المحبس ايه اه بتاعتم ازاي شبكة الصرف. تمام? قال لك في حالة عدم توفر محبس الهواء بالقطر مطلوب بجم استخدام عدد مكافئ من الاقطار بحيث يعطي نفس المساحة خروج ودخول الهواء. اما هي عندي نفس المساحة الخروج ودخول الهواء توفر في كل المحابس. تمام? اه قلنا يتم وضع محبس الهواء داخل غرفة محبس الهواء بيتم داخل غرفة ازا كان الخط مدفون او داخل صندوق حماية ازا كان الخط يظهر فوق سطح الارض. دي في التنفيذ تمام? قال لك يجب ان يسمح بمحبس الهواء في الاتجاهين حتى يسمح الهواء عند ملق الخط ودخله عند تولد الدخول السالبة في حالة طاقة المائية. برضو مش هنحتاجها في التصميم فحد. اه فيه حاجة مهمة جدا قال لك يجب ان لا يقل الميل الرأسي للموسير عن واحد من العشرة في المية. السؤال دي مهم جدا وبالسئل لو انت رايح انترفيو تحت او انت مشروع تخرج بيقول لك الميل لرأس الموسير قد انت وقل له واحد من عشرة في المية هو الساعة اللينية. ليه? لضمان خروج الهواء بسرعة مناسبة في حالة غسيل الخط. تالت نوع محابس عندنا اسمها محابس الغسيل. باحبس هوا عشان يطلع ويخرج الهواء. تمام? تم محبس الغسيل علشان تفرغ الخط عند الصيانة. يبقى يقول لك ما هي فائدة محبس الغسيل? تفريغ الخط من المياه عند الصيانة. يبقى حمس الغسيل هي محابس افل برضو عادية. تركب على مصالات الخطوط النقل للمياه والصرف الصحي. وخطوط شبكة المياه الرئيسية التي ليس عليها وصلات خدمة. اللي هي الرئيسية مش الفراعية. اللي مش عليها معلاش وصلات خدمة. تمام? وذلك بغرض ليه بقى? تفريغ الخط من المياه عند الصيان. وتركب هذه المحابس على مشتركات مماسية بحيث يكون منسوب راسم السفلي للفرعة. تمام? اللي هو الرسم بتاع السفلي بتاع صورة من تحت. ويساوي لمنسيبه راسم السفلي للخط. ويتم وضع محبس الغسيل محبس الغسيل بنحط ايه داخل غرفة. تركب هذه المحابس عند النقاط الم الخافضة على الخطوط على الايقال تزيد المسافة. المسافة بقى ايه? لو انت عندك نحن نشتغل احنا عندنا القطرة بتاعنا اللي احنا اقبر قطرة عندنا اقل من ستمة. تمام? قطرة عندنا اقبر كنت ست مانات هاتين يوبى إحنا نشتغل اقل من ست مانات هاتين ليugh اقل يوبى اقصى مسافة بين مابس الغسيل قدين مابس الغسيل ومابس غسيل تكون كام تكون الف ومابس غسيل بتحط typically عند النقاط المنخافضة المحبس الهواء بتحط عن النقاط امور تعيس الهواء ومعبس الهواء تحق عند النقاط المنخافضة علشان يفرغ المئه عند الصيانه تمام برضو نفس الكلام يجب الا يقل المئة للرأسي الموثرة عن مئة عن واحد من عشرة في المية لضمان سريان المياه بسرعة من نسبة في حالة غسيل الخط بقى كده عندك محبس عدم الرجوع احنا منستخدم نهاج ما استخدمناهش في الشبكة هي بس انت بتستخدمها عشان في بداية الخلوط المواسير لشان المية ارتداد السريان داخل محاطة الرفع يعني المية مترجعش تاني داخل محاطة الرفع تمام لو دينا بقى نشوف تفاصيل تفاصيل الغرفة تفاصيل الغرفة اللي بتحطي فيها اللي محاطي فيها المحبس القفل او محبس او محبس القفل تمام غرفة المحابس تفاصيل غرفة تعتقى ايه قال لك تركب محابس الأفل زيت الاقتربال الكبيرة اللي هي قطر التمية فاكبر احنا قلنا قطر اكبر من دوتو ماء وخمسة عشر في اكبر بنحطها بداخل غرفة ومحابس الهوى والغسيل بداخل الغرفة يعني احط محبس هوا وغسيل على قطر اكبر يوم ما خمسة عشر بنحطه بغارة تسهيل اعمال تجعيل وصيانة المحبس. يجب ان تكون القطع الخاصة داخل الغرف او شاش لتسهيل عملية الفك والتركيب. يجب ان يرتكز المحبس على قاعدة خرصانية مع مراعاة ترك خلوص كافي لفك والتركيب. المحبس. كما يجب وضع وصل للتركيب. احنا بلايه نوضع وصل التركيب بعد محبس الاخل? لتسهيل عملية الفك والتركيب. اهي. لو احنا جاد للمحبس هنا كده هنلاقي في هي اسمها هنا ايه? وصلة فك والتركيب. ليه بنحطها هنا? لتسهيل عملية الفك والتركيب. على فكرة لو انت برضو مشروع تخرج ممكن يفتح لك اللوحة ديت ويقول لك فاية الوصلة دي اسمها ايه? وفايتيتها ايه? دهاش اللوحة عليها الكلام. تقول له دي اسمها وصلة فك وتركيب. يتحط بعد محبس القف لتسهيل عملية الفك والتركيب. تمام? اه بعد كده يجب وضع وصلة حائط عند اتصال مصورة بالحائط لمقاومة كوة دفع النتيجة. ليه بقى عن قفل محبس القفل اثناء الصيامة. يجب تركيب وصلة ملنة او وصلة قصيرة خارج الغرفة. لمقاومة فرق الهبوط بين الغرفة وخاطئة المؤسسين المتصلة بها. تحدد الابعاد الداخلية. الابعاد بتاعي الداخلية بقى ده اهم ما هي عندي لو انت دخل تنفيذ او انت بتصمم الغرفة بتدي له المصمم بتاعها في الغرفة. اه بتقول له انا عندي اخر قطع في الغرفة والجدار يعني اخر قطع خالص في الغرفة الجدار الاخل مسافة بينهم ما تقلش على اربعين سنتفر. تمام? الجدار اللي هو اللي هو الجنب اللي هو اخر قطعة اللي هو جنب المصورة الفهم قصدي يعني الجدار بتاع الغرفة واخر قطعة ما يقلش عن اربعين والرسم السفلي يعني المصورة من تحت الرسم السفلي من تحت وقاع الغرفة ما تقلش عن اربعين تمام والرسم العلوي وسقف الغرفة من فوق اللي هو المصورة من فوق وسقف الغرفة من فوق ما تقلش عن مية وعشرين. والجانبين المسهورة جرب المسهورة وحواية الغرفة ما تقلش عن اربعين وما تقلش عن تمانين. جانب المسهورة ما تقلش عن اربعين زي ما اتفقنا. والحواية الغرفة ما تقلش عن تمانين. تمام? ببلغ على كده قال لك يجيب عمل ميول في رضية الغرفة لتسهيل نسح المياه في حالة عدوز تصرق. يجيب ان تزود الغرفة بفتحة زياد غطاء بسلالم تسمح بدخول وخروجه لعمال اعمال الصيانة لازم يكون في السلالم لا ينقل روجه اعمال ايه الصيانة. غرفة كبيرة تسمية الزواجة ده ايه بفتحتين. تمام? اه دي 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 شكل الغرفة بتاعتنا دي ماسك دي ماسكة غرفة ايه? انما دي شكل الغرفة بتاعتنا ادي الغطاء بتاعنا. دي مسهوب الطريقة دي الغطاء بتاع الغرفة دي السلالمة هي دي وسط فك وتركيب ودي المحبس. دي الدعامة الخرصانية. دي وسط الحائط. تمام? اه والمسافة هنا ما ما تقلش عن ماتقلش عن خمسين. ودي رجل المسافة هنا من قاعة المصورة من فوق مسورة من فوق آآ لسقف الغرفة ما تقلش عن مئة وعشرين نهايات واللي تحت قلنا ما تقلش عن كام عن تلاتين مفروض احنا فوق الناتقلش عن اربعين. تمام? يعني من تحت من هنا كده تحت آآ قاعة الغرفة ما تقلش كام ما تقلش عن اربعين. تمام? دي تناموضي غرف ايه? الافل. دلوقتي احنا خدنا الكلام ده كله نظري. مافوض الكلام ده كله مطبق وعملي بقى على الرسم. مافوض كنت لازمة انت تفهمه الاول نظري. وتعرف يعني ايه غرف محبس افل وامتى بنركب محبس افل ونركبه فين? ويعني ايه محبس غسيل? ويعني ايه محبس سوا وفييتهم من اتنين? وبرضو تصميم الغرفة. المرة جاية ان شاء الله هنبدأ ان احنا نصمم المحابس ده مش نصممها لأ مفوض نشوف اماكنها فين? يعني مسلا مفوض كوله مامشي الف متر بحط ايه? بحط محبس ايه? بحط محبس هوا بحط محبس غسيل. طب ماشي طب انا مش مش هحطهم كده وخلاص فلازم ان يكون عندي ميول. ونفس الوقت لازم ان انا اه ماكن الحفر معي ما تزيتش. فيه شيط اكسيل بسيط كده هنشتغل عليه. تمام? هنبدأ ناخد. تمام? ونبدأ نصمم الكلام ده. ونرسم. وناخد مسلا هنبدأ ناخد هناخد الخط ده. الخط اللي برا ده. نبدأ نشتغل عليه. ولو انت اشتغلتو على الخط ده هتشتغلو على كل الخطوط. هنتعمل البرفايلات على الخطوط الايه الرئيسية اللي برا. اشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.